المتحرش المتحرش لأن المتحرش دائما تعري هذه المتحرش في عينه لأن هذه المتحرش في الشريع تكون لابسة جلبة الخمار حاملة عجوز لا يؤكد لأننا أجل المتحرش لأنها هي اللباس الذي يحرش به لم تحرش فيها و هكذا من أحد أن تدعي شرط و هكذا من أحد أن تدعي شريع و هكذا من أحد أن تدعي و لما يطلق فقط هذه المتحرش بدون أحد ستكون عيون عليها نحن نخدم متأسس تطبيق جدا هذه العجوز التي تقتصبها تقتصب جماعي ماذا نتر؟ هذه المقتصبين دولة ماذا نتر؟ هذه العجوز قد يمكن جداد يل جداتهم الذين مرسوا عليها ممارسة شادة للأسف رحمه الله لان دماء توفات لكي نتكلم عن الردع يوميا نرى إما عبر الواتساب أو عبر المواقع الإلكترونية أو عبر الصحافة المكتوبة الردع التي تتمارس عليهم من الاغتصاب إما من بعض الأفراد العائلة من زين المحارم من الأقربين أو من الجيران شوحة يجي شوحة يجي إلى آخر ماذا نعجب هذا الطفل أو هذا الشاب أو هذا الراجل في هذه الردعات وهي لابسة الكوش لكي نتكلم عن الحمير حشكم في السيد قاسم ماذا كذلك تار هذه الشباب الصغار يافعين في هذه الحمير ماذا كانوا لابسين صايا كانوا لابسين شورت كانوا لابسين مايو لا المشكلة للتحرش هو مشكلة عقلية مشكلة باقين مكينة تربية الجيل الصعيد المواطنات والمواطنين بأن التحرش هو جريمة بأن هذه المرأة لديها الحق أنها تكون تتجول في الفضاء العام بحرية أنها ممكن تشتغل وتكون عندها كفاءة وعندها قدرات التي تتعطيهم في العمل بدون ما يبتزهش واحد اللي كبر منها واللي عنده منصب كبر منها من أجل أنه يزيد الأجر أو ما يزيدهش خاصة تغير العقليات لأنها تتعتبر أن المرأة الإنسان الكامل أنها المرأة اللي عندها كفاءات أن المرأة اللي عندها قدرات أن الفضاء هو فضاء للجميع بدون من اعتبروا أنه فضاء فقط للرجل من حقها تلبس اللي بغت لأنها كذلك هي إنسان وتواحد ما عنده الحق أنه يفرض عليها أشنو تلبسه أشنو ما تلبسه قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي